وتحدث وقال بأنه شقيقه لشهيد دخل المقدس كان شخصية عسكرية منذ ستينات القرن الماضي من أبرز القيادات العسكرية في كتائب شهداء الأقصى وأضاف أنه كان مسؤولاً عن التجهيز اللوجستي لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية الإغتيال اليوم هو إغتيال لقيادي مسؤول عن التجهيز اللوجستي لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية وتصديقاً لكلامك سيد العميد انتقلت المعركة والإغتيالات للضفة هذا هو سبع أشهر للوراء لما يكون أحد يتحرك في الضفة الأمور واضحة لما تكون قراءة استراتيجية واضحة ماذا سيحدث ممكن قراءته وأنا أقرأ وأقول لك ما معنى السعق بكل شيء اللوجستيك بالنسبة للقوات هذه الغير متناظرة تعني ثلاثة أشياء سلاح ذخيرة متفجرات هذه هيش معناها اللوجستيك مش نعروا أكل وخطر لكن هؤلاء ناس يعيشوا بين أهالهم ثلاثة أشياء إذن لما أنت صفيت قائد الذي استشهد هل كان وحيدا؟ أنا متأكد العكس سيحدث لأنه هي العملية مش عملية أشخاص هي عملية مسالك ومعرفة مسالك وتلقى فيها ألف الأشخاص بشوص الإسلاح اللي يجيب من الأبعاد إلى الضفة شوف كيف يمر في مكان فيه 700 حاجز في أول أسبوع في مارس فات جهاز الأمن العام وجيش الدفاع حسب بيان صادر عن الكيان العدو يقولوا أحبطنا تهريب وسائل قتالين متطورة جدا يعود مصدرها إلى إيران كانت مخصصة لمن المناطق يهودة وسامرة الضفة الغربية بغية ارتكاب عملية إرهابية ضد الأهداف الإسرائيلية وقائد العملية بالنسبة لهم كان خليلة لمقدة حلاشية شوف سامح أنا تفديد بش نعطيك تفسير العمالة الهدد العمالة الموجودة على الأرض ولا أريد الأفساح أكثر بش نقولك فقط ربما بش يفهمونا السادة المستمعين رغم ثم مليون ومئة ألف فلسطيني داخل الكيان وكلهم يكرهون الصهاينة ويكرهون إسرائيل يعني موجودون رغم أنفهم نتكلم على عرب الموجودون الآن في قلب تل أبيب وفي قلب إسرائيل هذو ما سامح هم اللي بش يكونوا مسؤولين على تدفق السلاح وعلى اللوجيستيك هذا كان اللي كان نحكي عليه في صيدة أمور تنسيقية فقط لكن كيف تمر نتكلم على مسالك اللي يسرق يغلب لي حاحي لم في تاريخ الإنسانية حتى قوة في العالم ما استطعت تحييد هذه المسالك في الحرب الجزائرية كان السلاح تدفق من تونس إلى جزائر ومن جزائر إلى تونس رغم موجود مئات آلاف الجنود الفرنسيين رأوا هذه تاريخيا عملية مستحيلة إذن أنا متأكد أن السلاح سيتدفق من لبنان إلى قلب الضفة مرورا بإسرائيل ولن يقدروا على إيقافة لأنه أمور يعني متع خبرة ومتع مسالك مدروسة ومعروفة إذن أنا رأوا كل مرة أقرأ الفاتحة على استشهاد أي قائد ولكن بالنسبة التي لي عسكريا لا يعني شيئا قد يش يعمل قالوا حيادنا رئيس الأركان القوات اللبنانية هل تب العكس أصبحتنا نتكلم على ألف صاروخ في الشهر إذن لا يغير من الأمر شيء إلا أننا نترحم عليه ومعناها نقول وراءه شهيد في طريق القدس وتحرير الأرض العربية من كل الصهاينة وأذنابهم لأنه وراءهم ثم مرحل أخرى بيجي هي تحييد الأذناب الرجل خرج علينا يتكلم قائد أمني كبير معروف عربيا وقال أتمنى أن تصبح جميع العواصم العربية عواصم الإسرائيل هذا قالها في التلفزة قدام ناس كل إلى أين وصلنا إلى أين وصلوا وصلوا حمده 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 أحنا تقول ليسوا مبني جلدتنا أحنا خلينا في أحنا وصلنا نمشوا لليمن دكتور رفع تبيب أين توعد زعيم جماعة أنصر الله الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي الكيان بهجمات موجعة من محور المقاومة يعني اليوم زعيم اليمنية تحدث كذلك باسم محور المقاومة الجماعة أعلنت استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن ولكن عبد الملك الحوثي قال في كلمة متلفزة البارحة الخميس قال الرد آت من جبهات المحور على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في تهران والقائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضحية الجنوبية شدد على أن الرد سيكون موجعا ومؤثرا وبين أن التخطيط له هو أحد أسباب التأخير حسب قوله وأكد أن قلق العدو وترقبه هو جزء من الرد صحيح ونذكر هنا أنه في الاجتماع المؤتمر متع الحزب الديمقراطي الأمريكي أول مرة يجبه على اليمن ويحكيه على تحييد الجيش اليمني من أجل فرض حرية الملحة في البحر الأحمر وذلك يعني أن اليمن فهمته عند قناع اليوم أنه مستهدفة اليوم لا فقط من طرف إسرائيل ولكن أيضا وخاصة من القوى البحرية العالمية على رأسها المملكة المتحدة واللوية المتحدة الأمريكية وبالتالي اليمن يعلم جيدا أنه هو في الجبهة الأمامية اليوم مقارنة بالبقية أنه الضربة ستأتي لا حتما ستأتي ومعناها قد يكون اليمن مثل ما كان منذ 17-18 كان هو كشكوله هي بيثة القبان التي لم يتظرها أحد ترجمة نانسي قنقر